التساع صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينتش موجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا بشأن تصريحات الرئيس الأمريكي حول الأوضاع في قطاع غزة حيث أكدت مصر أن الدور الذي قامت به في حجد وإدخال المساعدات إلى غزة كان قياديا ونبعا من شعور مصر بالمسؤولية الإنسانية عن الأشقاء الفلسطينيين بالقطاع وأضف البيانة أن مصر ضغطت بشدة على جميع الأطراف المعنية لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة إلا أن قصف إسرائيل الجانب الفلسطيني من المعبر لأربع مرات حالة دون دخول المساعدات وأكد البيانة أن مصر منذ اللحظة الأولى فتحت معبر رفح من جانبها دون قيود أو شروط وقامت بحجد مساعدات إنسانية بأحجام كبيرة سواء من مصر ذاتها أو من خلال جميع دول العالم التي قامت بإرسال مساعدات إلى مطار العريش أضف البيانة أن مصر تحملت ضغوطا وأعباء لا حصر لها لتستطيع تنصيق عملية إدخال المساعدات وما زالت تقوم بالاتصالات المكثفة مع جميع الأطراف سواء الإقليمية أو الدولية أو الأممية للضغط من أجل دخول المساعدات وزيادة كميتها بالشكل المطلوب وأن 80% من المساعدات التي تصل للقطاع مقدمة من مصر وأشار البيان أن الحل الوحيد للأوضاع الراهنة يتمثل في حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وأن أي محاولات أو مساعدة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم ستبوء بالفشل كشف موقع أكسيوس الأمريكية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم إرسال مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز إلى القاهرة وأفاد موقع أكسيوس نقلان عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن مدير وكالة المخابرات المركزية سيعقد اجتماعات مع المسؤولين المصريين حول الجهود المبدولة لبدء مفاوضات حول صفقة جديدة لتأمين إطلاق صراح المحتجزين المتبقين في غزة وأوضح الموقع أن سبب أهمية ذلك هو أن بيرنز كان هو الشخص الرئيسي للرئيس بايدن في الجهود المبدولة لتأمين صفقة الرهائن ووقف الحرب استشهد فلسطينية وأصيب ثلاثة آخرون فجر اليوم جراء إطلاق قناصة الاحتلال الإسرائيلي النار عليهم أمام بوابة الاستقبال في مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوب قطاع غزة وفي مدينة رفح أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد 11 فلسطينيا على الأقل وإصابة آخرين في المدينة الواقعة جنوب القطاع جراء استهداف الاحتلال منزلا في حي النصر شمال المدينة كما استشهد ثلاثة فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الجنين شرق المدينة إلى هذا استشهد صياد فلسطيني وأصيب آخر بنيران أطلقتها زوارق الاحتلال قبالة سحل دير البلح وسط قطاع غزة طلب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الدائمة العضوية في المجلس الأمن الدولي إلى التدخل العاجل لمنع توسع رقعة العدوان الإسرائيلي وجرائم الإبادة الجماعية إلى رفح التي تؤوي نحو مليون وأربعمائة ألف نازح وحذر رئيس الوزراء الفلسطيني من تهجير قصرية ووقع مجازر وصفها بالمروعة يذهب ضحيتها الآلاف بالنظر لاستحامي محافظة رفح بالنازحين الذين يكابدون آلام الفقد لعائلتهم ويعانون الجوع والعطش والبرد وانتشار الأمراض والأوبئة محملا لاحتلال المسئولية الكاملة عما قد يقع من مجازر أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها وثقت 721 هجوما على مرافق الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ السابع من أكتوبر الماضي وأكد المتحدث باسم المنظمة طارق ياسيروفيتش أن من بين الهجمات نحو 357 هجوما استهدف مرافق الرعاية الصحية في قطاع غزة ما أصفر عن استشهاد 645 شخصا وإصابة 818 آخرين وأوضح المسئول الأممي أن الهجمات أثرت على 98 منشآة للرعاية الصحية بما في ذلك 27 مستشفى تضررت من أصل 36 وأثرت على 90 سيارة إسعاف بقطاع غزة أفدت وكالة الأنباء السورية بأن إسرائيل شنت عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل وأوضحت الوكالة أن العدوان الإسرائيلي استهدف عددا من النقاط في ريف دمشق مشيرة إلى أن الدفاع الجوي تمكن من التصدي للصواريخ وإسقاط بعضها مما أسفر عن وقوع بعض الخسائر المادية خفضت وكلت مودز للتصنيفات الاعتمانية تصنيف إسرائيل مع نظرة A2 نظرة مستقبلية سلبية بعد أن انتهت مودز من مراجعتها لأوضاع إسرائيل وذكرت مودز أن السبب الرئيسي لتخفيض التصنيف هو الحرب الدائرة في قطاع غزة وتداعيتها الأوسع التي تزيد من المخاطر السياسية على إسرائيل وأضافت مودز أن مخاطر تصاعد التوتر في الجنوب اللبنانية والشمال الإسرائيلي لا تزال قائمة مما يثير احتمال حدود تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الإسرائيلي كما توقعت مودز ارتفاع أباء الدين في إسرائيل عن التوقعات ما قبل الحرب مشاهدين انتهى موجز التاسعة ونعود لاستكمال بقي فكرة صباح الخير يا مصر بعد الفاصل